تركيا في عين الإعصار اعتداءات إرهابية متكررة مرة تتبنىها تنظيمات الكردية ومرة تنظيم الدولة الإسلامية وكلها تنباثق من الصراع حول سوريا وفي سوريا والموقف التركي من الأزمة السورية برمتها فهل يقود التحول الجذري المتسارع في السياسة الخارجية التركية والذي تبلور في إبرام مصالحتين هامتين مع إسرائيل وسوريا بل مع إسرائيل وروسيا هل يقود هذا التحول إلى تقارب بين أنقرة ودمشق معي لمناقشة هذا الموضوع في السوديو الصحفي والمحلل السياسي أكتم سليمان أهلا بك مساء الخير وفي انتظار أن ينضم إلينا من إسطنبول المحلل السياسي الدكتور علي باكير سأفتح هذا النقاش وهذا الملف معك أكتم يعني هل تتوقع وذكرنا في المقدمة هل تتوقع أن يسرع هذا التوافق بين دمشق وأنقرة على الأقل في مواجهة الإرهاب بصفة عامة أن يسرع في عملية التوافق أو التقارب بينهما على الأقل أحمد هذا هو رأي تنظيم داعش الذي أجاب بسرعة شديدة جداً على التقارب الروسي التركي والإسرائيلي التركي وعلى تغير المزاج العام في المنطقة هذا يعني أن لدى التنظيم معلومات حول جدية هذه التحولات والتي لها أسابيع طويلة بالمناسبة ولكن تحمل ثمارها في هذه الأيام هذا من جهة من جهة أخرى إذا نظرنا إلى خريطة الأزمة السورية كخريطة فيها صراعات دولية روسيا والولايات المتحدة الأمريكية صراعات إقليمية العربية السعودية وإيران وصراع داخل سوريا نفسها فإن بالتأكيد التوافق أو انسجام طرف دولي كروسيا مع طرف إقليمها كتركيا يساهم في حل الأزمة وإن لم يساهم في حل الأزمة فلن يساهم على الأقل في شعال نار هذه الأزمة سنقف بكل تفصيل عند هذه النقاط ولكن قبل ذلك أتوجه إلى ضيفنا في أنقرة المحللة السياسية الدكتور علي باكير دكتور باكير أصابع الاتهام في اعتداء مطار أتا ترك بالأمس تتجه إلى داعش لماذا أصبحت تركيا هدفا للجهاديين في الآوينة الأخيرة طبعا في مثل هذه العمليات الإرهابية المرجح وإما تنظيم داعش وإما حزب العمال الكردستاني وكلا الحزبين قاموا بتنفيذ عمليات خلال الأشهر الست الأخيرة دامية حقيقة وهذا هو التفجير الأكبر في تاريخ تركيا من ناحية الخسائر البشرية ومن ناحية المدنيين طبعا إذا ما ثبت فعلا أن تنظيم داعش هو الذي قام بهذا العمل الإرهابي فهناك دوافع من دون شك إحداها أن تركيا قامت في الآوينة الأخيرة بتشديد الضغط حقيقة على التنظيم سواء الخلايا التي تعبر بشكل غير مباشر أو الخلايا موجودة داخل سوريا أيضا يعني عبر الحدود تم تكثيف القصف المدفعي وهناك تعزيزات عسكرية دائمة استعدادا لإمكانية القيام بأي عمل سواء عبر قوات خاصة أو ربما لاحقا عمل أكبر ضد تنظيم داعش في وقت يعني يبدو تنظيم فيه محاصرة من جميع الجهات وبالتالي هذه العمليات هي عمليات يائسة حقيقة وتهدف فقط إلى إيقاع خسائر في المدنيين دون أن تحقق أي شيء يعني على الصعيد السياسي لن تحقق هذه الهجمات أي شيء بل ستزيد ذكرت دكتور علي بأن الضغط من جهة أنقرة تصاعد في الأوينة الأخيرة لماذا تأخرت برأيك أنقرة في تبني هذا الموقف من داعش كل هذا الوقت؟ لا لا بالعكس أنقرة لن تتأخروا وإنما اللاعبون الأخرون هم الذين غضوا النظر عن هذا الموضوع وتركوا تركيا لوحدها وبدلا من أن يقدموا الدعم أو يتعاونوا معها قاموا بإلقاء اللوم عليها وجميعنا يعلم البروبغاندا التي كانت تقول أن تركيا هي من يسهل لتنظيم داعش العمل فيما أن حقيقة معظم الهجمات الإرهابية التي قام بها تنظيم داعش طالت تركيا وليس أي بلد آخر ليس روسيا وليس إيران وليس النظام السوري وبالتالي هناك فرق بين البروبغاندا وبين الوقائع على الأرض تركيا كانت أول دولة حقيقة في العام 2013 تصنف تنظيم داعش تنظيما إرهابيا وقد شاركت أيضا في تدريب قوات التالية هذا واضح لكن هناك أيضا عامل آخر هناك اتهامات لتركيا بأنها سهلت على مدى خمس سنوات الماضية دخول الجهاديين القادمين من شتى أنحاء العالم إلى سوريا وتابعنا أيضا الموقف التركي من المواجهات بين الأكراد وتنظيم داعش في كوباني يعني هناك من يتهم تركيا بأنها كانت تتعامل بشكل واضح بالسلاح وبكل شيء مع تنظيم الدولة الإسلامية والآن تغيرت الأجندات وصار الخلاف بين الجانبين لا لا لم يتغير على الأطلاق كما قلت أنا منذ العام 2013 تركيا تصنف تنظيم داعش وهي أول دولة صنفت تنظيم داعش تنظيما إرهابيا لكن هناك فرق بين أن نقوم ببروبغاندا والدعاءات لا تستند إلى حقائق وبين الوقائع على الأرض يعني نحن لدينا طبعا حدود تركيا طويلة جدا 910 تقريبا كيلومتر مع سوريا والعراق ومن الصعب جدا السيطرة على الحدود في ظل دولة طبعا تركيا دولة سياحية وليست دولة بوليسية وبالتالي فعملية الدخول والخروج ليست معقدة للغاية لكن إذا كانت نية الأطراف الإقليمية والدولية فعلا صادقة للتعاون مع تركيا كان من الممكن أن يتم تقديم مساعدة لها لضبط الحدود ولمراقبة الدخول والخروج بشكل أكثر تشدد وحتى كانت تركيا قد تركت لوحدها في مواجهة داعش والتنظيمات الأخرى ومواجهة أيضا حزب العمال الكردستاني هل تتوقع بأن تواصل تركيا نهجها في الانفتاح على خصومها خصوم الأمس كما شاهدنا مع إسرائيل وسوريا وبالتالي تتجه لانفتاح على النظام السوري في دمشق لا لا نجب أن نفرق هنا بالنسبة إلى إسرائيل وروسيا الأجندة كانت واضحة والجانب التركي لم يفتعل المشاكل مع هذين البلدين وإنما حصلت هناك إشكاليات وكانت هناك مطالب واضحة لتحقيق المصلحة وتحققت هذه المطالب الآن من الطرفين وبالتالي لا مشكلة في هذا الإطار أما القضية بالنسبة للنظام السوري فهي قضية مختلفة جدا وجوهر الموقف التركي هو أن ما نعانيه الآن من ظاهرة الإرهاب داخل سوريا وخارجها والأضرار الفادحة التي تعرضت بها هذا البلد والجوار الأقليمي من حيث عدد اللاجئين ومن حيث النازحين يتحمل مسؤوليتها بالدرجة الأولى النظام السوري وأنه ما لم يتم إقصاء هذا النظام فأن موضوع الإرهاب لن يتم حله على الإطلاق مهما كانت الجهود التي تبدأ سواء من تركيا أو من غيرها من الدول فالموقف المبدئي لتركيا في هذا الإطار واضح جدا ومن غير المعقول أن يكون هناك تقارب مع النظام السوري لا يوجد أجندة مشتركة حتى يتم التقارب بينهما لكن هناك لقاءات تم الحديث عنها في وسائل الإعلام مختلفة بين الجانبين بوساطة إيرانية وفي الجزائر بين مسؤولين أتراك ومسؤولين سوريين والمحاولة هي تقريب أو يعني المحاولة التوصل إلى توفقات ما بين الجانبين حقيقة لم يتم تأكيد هذه المعلومات على الأقل من الجانب التركي يستطيع الآخرون أن يقولوا ما يشاء حول مثل هذا الأمر ومبما كان هذا مؤشر إلى نوايا حقيقتان يراد منها بالفعل أن يتم التنسيق بين الجانب التركي وبين الجانب السوري يعني هي مؤشرات أكثر من كونها بالفعل تمت سابقا وكما سبق وذكرت أنا لأرأي رابط مشترك لأجندة توافقية يمكن التوافق عليها إذا كان التشخيص أن النظام السوري هو المسؤول على الإرهاب فبالتالي كيف يمكن أن يتم التوافق وعلى ماذا في هذا السياق؟ إذن هي التهم فيما يتعلق بالتعاطي مع داعش وتوظيفها توجه للنظام السوري أيضا وورقة داعش تحرق كل يد تمسك بها هل تعتقد أكتم بأن بغض نظر على الاتهامات بطبيعة الحال بأن هذا الخطر الذي بدأ يتعاظم في المنطقة وخاصة في شمال سوريا يمكن أن يحدث فجوة في العلاقات المتوترة أصلا بين السلطات في كلا البلدين في تركيا وفي سوريا؟ أكثر من ذلك هذه الفجوة في العلاقات السيئة كما ذكرت وهذه الفجوة في جدار الصمت أو جدار الصدام قد وقعت بالفعل وإن كان البعض يبدو في تركيا لم يسمع بها بعد القضية صعبة أحمد حاليا هناك عملية رهابية في إسطنبول هناك أبرياء ماتوا نحن كسوريين سواء كنا مؤيدين أو معارضين وخاصة نحن السوريين المؤيدين لدولتنا لا يمكن أن نشعر لا قدر الله بالشمات لأن الأرهاب الذي حدث في إسطنبول حدث في سوريا على مدى سنوات الآن ونحن أكثر دولة تعرضت وأكثر شعب تعرض لهذه العمليات التي ما أنزل الله بها من كتاب مطار في باريس كان هناك مسرح في سوريا شوارع وأزق ومدارس كما نادى الانتحار في مطار إسطنبول للمسافرين أن تعاولوا إلى هنا لأن هناك انتحاري في الطرف الآخر هذا ما فعله عهد الانتحاريين في إسطنبول انتحاري آخر في مدينة حمص السورية كان ينادي تلاميذ المدرسة أن يأتوا إليه ثم فجر نفسه إذن هي الصيغة نفسها وهذه الصيغة سياسيا وليس عاطفيا الآن تفرض على الحكومة السورية، تفرض على الحكومة الروسية، تفرض على الحكومة التركية على الحكومة الأمريكية، على الجميع التعامل معنا هذا ما يجب أن يكون لكن الدكتور علي أثار نقطة مهمة جدا وهي أن تشخيص الجانب التركي لما يجري في سوريا هو واضح ويحمل النظام السوري مسؤولية كل ما يحدث الآن هو الذي كان قاسيا مع الشعب السوري هذه القسوة التي أفرزت هذه التنظيمات الإرهابية هذا التشخيص التركي لابد من توضيح الأمر للدكتور إردوغان بأن تشخيصه في السنوات الماضية قد أودى بالدولة التركية إلى هاوية العلاقات السيئة من صفر مشاكل إلى صفر أصدقاء في المنطقة يعني لا مع العرب ولا مع الإسرائيليين لا مع مصر ولا مع سوريا لا مع الروس ولا حتى مع الحلفاء الأمريكيين والأوروبيين خلافات مع الجميع هنا يجب فعلا بحث قضية من الذي يشخص هناك تفاؤل بخروج المشخص الأكبر داود أغلو رئيس الوزراء السابق الذي اتهم بأكثر من محف العربي بأنه هو من كان يدير السياسة الخارجية الآن يقولون لك سياسة مبدئية تركية تجاه سوريا يا سيدي سوريا لم تهاجم أسطول الحرية في البحار وتقتل أتراك الدولة السورية لم تفعل ذلك الدولة التي فعلت ذلك يقول لك الآن إنهم اتفقوا معها على النقاط معينة وعلى أمور ووجدوا حلا وسطا إن من يجد حلولا وسطا مع دولة هاجمت سفنه التي لم تكن تفعل إلا خرق حصار على غزة المحاصرة سيجد حلولا كثيرة بالحالة السورية هذه الدولة ألقت براميل على أحياء ودمرتها بالكامل أفنت مدنا وبلدات بالكامل يمكنك أن تفتح الملف الإسرائيلي القضي هذه اتهامات توجه للنظام السوري يعني هو أيضا تعامل بقبضة حديدية مع المعارضة تعامل النظام السوري ما تسميه النظام السوري الجيش السوري الحكومة السورية مع شعبها وبالعكس قضية سورية تحل سوريا لا علاقة لشخص اسمه رجب طيب أردوغان بذلك لا من قريب ولا من بعيد أكثر من تصريح هنا أو تصريح هناك هذا ما يجب أن نفهمه هناك دخول للروس على الخط اليوم تصريحات للافروف لم يستبعد أن تساعد المصالحة الروسية التركية في حل الأزمة السورية بشكل ما يعني هل تعتقد بأن الروس تعبوا من الخوض في غمار هذه الأزمة المستمرة على مدى خمس سنوات دون أن يبدو لهم أي حل في الأفق مستبعد أحمد يعني في اللحظة التي يعتذر فيها أردوغان وحكومته أن يشعروا الروس بالتعب يعني الروس لا يشعروا بالتعب عادة في الدبلوماسيتهم لسنواتهم بالك في لحظة شأن تسميتها بين قوسين انتصار دبلوماسي لو لا أن الحادث حادثة حزينة إسقاط الطائرة الروسية بالعكس الروس يرون فرصة حقيقية على أساس ما ذكرته لك للتو لا توجد صراعات تحدث في العالم لأن ألف القبرميل على باء هذه الأفلام القديمة يجب أن ننتهي منها هناك ممولون هناك سلاح هناك مصالح هناك أطراف داخل سوريا وخارجها في إطار هذه التوافقات لا تعتقد بأن تركيا الآن هي من يحاول أن يستغل الصراع والخلاف في وجهات النظر خاصة من الحرب الدائرة في حلب وريفها بين روسيا من جهة وإيران والنظام السوري والميليشيات التي تدعمها من جهة أخرى لخلق ثغرة والتوصل مع روسيا وهي الأقوى في هذا الإطار إلى توافقات تحمي مصالحها في شمال سوريا لم يدخل الروس ولم يدخل الإيرانيون ولم يدخل الأتراك سورية على أساس قال لي وقلت له أحمد هناك حسابات استراتيجية دقيقة لكل هذه الأطراف لذلك لا تتغير المواقف لأن هذا قال لذاك حسنا دعنا نكون أصدقاء في واقع الآن على الأرض الطيران الروسي لا يغطي العمليات العسكرية للميليشيات الدعم للنظام ولا للجيش السوري في هذه المنطقة وهذا واضح وتكبد خسائر جسيمة خلال أسل الماضي لماذا لم تصل معارضة يا أحمد مدام الأمر كذلك إلى دمشق إذن هناك غطاء جوي روسيا الآن أين يبدأ أن ينتهي التفاصيل العسكرية ليست لدينا ما لدينا أن هناك تحالف دولي على رأسه روسيا وأقليمي على رأسه إيران وداخل سوريا تمثله الدولة السورية في مقابل تحالف آخر على رأسه دوليا والمتعدة الأمريكية إقليميا حاليا العربية السعودية كانت قطر وتركيا والآن تخلخل وضع تركيا وداخل سوريا جبهة النصرة وبعض الفصائل المسلحة الأخرى إذا أردنا إخراج داعش من هذا الأمر إذن هناك نعم فرصة كبيرة الآن لتحسين أمور كثيرة هذا الذي يصفه أردوغان بأنه مبدئي وغير مقبول كان يقضي إجازته مع زوجته في حلب مع الرئيس بشار الأسد وزوجته وكنا نمل من هذه الصور إذن دعني أعود إلى الدكتور علي باكير سمعنا أيضا من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن شرط المصالحة مع إسرائيل هو رفع الحصار عن قطاع غزة وتمت المصالحة ولم يتم رفع الحصار هل تعتقد بأن تشخيصه للمسؤول عن ظاهرة انتشار الإرهاب في سوريا قد يصبح غير دي قيمة وبالتالي يتوجه مرغما للتصالح مع النظام في سوريا بشكل أو بآخر لتحجيم الأكراد من جهة وداعش من جهة أخرى لا لا أعتقد هذا وعندما نتحدث عن ما جرى عن إعادة تطبيع العلاقات بين تركيا وإسرائيل يجب أن نذكر أيضا أن الجانب الإسرائيلي طالب بإعادة جثث جنود إسرائيليين كانوا قد قتلوا في المعركة والجانب التركي لم يلبي هذا الشرط أيضا للجانب الإسرائيلي وبالتالي تم التنازل من الطرفين على أن يتم ضمان أيضا تحسين وضع غزة وبالتالي لا يمكن القول أنه سيكون هناك حصار كما هو مفروض منذ ست سنوات هذا أولا في الموضوع الثاني التشخيص كما سبق ذكرت الجانب التركي ليس حكرا على تركيا فقط حتى الدول التي حقيقة تسهل بقاء النظام السوري ومنها إدارة أوباما أيضا تتفق على أن هذا النظام هو المسؤول عن مقتل أكثر من نصف مليون مواطن سوري ومسؤول عن جعل أكثر من نصف سكان البلاد 12 مليون نسمة بين لازع ونازح وأنا باعتقاد الشخصي لا يوجد شيء أصلا اسمه النظام السوري من يسيطر الآن على القرار السياسي وعلى القرار العسكري هو طبعا الميليشيات الشيعية والمرشد الأعلى الإيراني وبوتين وأما ما يقال عن نظام الأسفار إذن كيف ستتعاطى تركيا مع هذا الواقع الجديد؟ كيف يمكن لتركيا الآن على أي جهة يمكن أن تعتمد لمنع أو حصر تقدم الأكراد في شمال وبالتالي لمنع هاجماتك التي وقعت بالأمس في مطار أتاتورك؟ الحل الوحيد كما سبق وذكرت للقضاء على هذه الظاهرة ظاهرة داعش وظاهرة الحركات الإرهابية الأخرى الميليشيات الشيعية وظاهرة الحركات الكردية المسلحة هي التخلص من النظام السوري وتقريبا الجميع متفق على هذا لكن هناك اختلاف عن متى يتم استبداله وبمن يتم استبداله حقيقة وأعتقد أن الجانب التركي الآن بعد إعادة تطبيع العلاقات أيضا مع الجانب الروسي سيبحثون هذا الملف يعني لا أحد يبحث مع ما يسمى النظام السوري النظام السوري يتم إعطاؤه الأوامر من قبل روسيا ومن قبل هيران ومن قبل حزب الله حتى فبالتالي هو غير ما نوجود عمليا على الأرض يعني التفاوض سيتم مع الكبار ومع الجانب الروسي وأعتقد أن المفاوضات الجانب التركي حقيقة كان قد أبدى ليونة بالموافقة مع الجانب السعودي أيضا كان قد أبدى ليونة بالموافقة على بقاء بعض رموز هذه السلطة في بضعة أشهر من المرحلة الانتقالية لكن الذي رفض هو الجانب الروسي من الممكن أن يتم إعادة النقاش حول هذه النقطة بالتحديد للتوصل إلى اتفاق حول ضرورة مغادرة ذكرت نقطة مهمة دكتور دعني أعود إلى ضيفي هنا في الستوديو أكتم سليمان يعني ما الذي يمكن للحكومة السورية للنظام السوري أن يقدمه لتركيا مقابل تغير في الموقف أنقرة والجيش السوري منهك حقيقة ويعني الأكراد في الشمال تحديدا إذا كان التوافق على الأكراد صاروا مدعومين من الولايات المتحدة الأمريكية يعني هناك جنود أمريكان يعلقون نشارات للقوات الكردية يعني ويقاتلون جنبا إلى جنب معها ككل المعارك المعقدة أحمد يضحك أخيرا من يضحك كثيرا من يضحك أخيرا تركيا بدأت المعركة على أمل أن يتسلم أصحابها داخل سوريا الحكم في دمشق فانتهت إلى أن أصحابها أولا أن يتسلموا الحكم وثانيا الأكراد سيحصلون على الحدود على ما يشبه على الأقل دولة مستقلة هذا هو فشل التكتيب لكن ما الذي يمكن أن يقدمها النظام في هذا الإطار لتحجيم الأكراد لكن لا يمكن لأي حكومة سورية لأي رئيس سوري لأي منظومة حاكمة في سوريا أن تقدم لتركيا شيء فوق الأراضي التركية الأراضي السورية هذا أمر منتهين منه يعني ما هو موجود هو حوار سوري سوري بدأ في جينيف ومبادئ جينيف وفيينة وضعت فعلا أساس لأمور كثيرة من حكومة الوحدة الوطنية إلى تقاسم السلطات إلى البحث في تغيير الدستور إلى أمور كثيرة هذه كلها يناقشها السوريون بين بعضهم البعض أما بالنسبة لتركيا يمكن القول أن الحكومة سورية ستنتنع مستقبلا عن القول أن الوزير الفلاني في تركيا أو الرئيس العلتاني يتوجب أن يتركوا الحكم بعدها كذا وكذا من الشهور أو كذا وكذا من الأيام هذه الأمور انتهت الفترة الماضية التي كان كلهم فيها يتدخل في شأن السوري يجب أن نفهم أنها تدخلت تركيا الآن في لحظة تحتاج فيها وهذا لا يعيبها بالمناسبة منذ البداية تحاول الحكومة السورية إفهام تركيا أن اللعب بهذا الشكل لن يكن في صالح تركيا قبل سوريا إذن يحتاج الجميع الأستقرار في المنطقة إلى هدوء على الحدود إلى توافق على المسألة الكردية لكن هذا سيؤدي بالضرور إلى تقسيم سوريا الأكراد عندهم أجندة خاصة بهم سيطروا على أراضي طويلة أكيد كل فئة في سوريا لديها أجندة حتى لا نتهم الأكراد وكأنهم أعداء الجميع الآن لست ميالا إلى معادات الأكراد لكن مع ذلك الأكراد كغيرهم في سوريا عندما يرون خيوط حل سياسي حل عام لسوريا خروج لمتدخلين دوليا سيلتقون مع باقي إخوانهم السوريين أما عندما يجدون التركيا شد من جانب والسعودي من جانب والآخرون أيضا من جانب آخر فيقولون وهذا أمر طبيعي نحن نريد حصتنا من هذه المعمعة يجب أن ننهي المعمعة كي لا يطلب أحدا بحصته إلا داخل فعلا مساحة هذا الوطن سواء كان وطنا سوريا في حالتنا أو وطنا تركيا كما في حالة الأخ من إسطنبول أو من أنقرة طيب هل تم الحديث بين تركيا دكتور علي باكير هل تم الحديث بشكل من الأشكال فيما يتعلق بتصور تركيا للحل السياسي في سوريا خاصة وأن الرئيس الوزراء التركي تحدث عن الحرب في سوريا المستمرة منذ خمسة سنوات وصفها بالحرب العبثية هذا يشير أو مؤشر على أن هناك تبدل في وجهة نظر تركيا في هذا الشأن ليس هناك تبدل حقيقة الجانب التركي يدعم العملية السياسية ويدعم الانتقال السياسي ووافق على كل ما طلبه حتى الجانب الروسي أو الجانب الأمريكي لكن أبدأ حرصا على ضرورة أن يغادر الأسد والدائرة المحيطة فيه ممن أسالوا دماء السوريين السلطة للقضاء على الإرهاب لإمكانية توحيد أجندة مختلف اللاعبين الإقليميين والدولين للقضاء على الإرهاب مؤكدا أنه لا يمكن القضاء عليه ما لم يتم إزالة هذا النظام الإشكالية في هذه النقطة الجانب الإيراني لا يريد أن يذهب بطبيعة الحال بشار لأنه ضمن لهم مصالح كبيرة وضخمة جدا في سوريا وجعلها منطلق قاعدة للفوذ الإيراني في المنطقة والجانب الروسي أيضا لم يحسم أمره باتجاه هذا الموضوع فهو يقول علنا أنه سيترك الأمر إلى ما بعد الانتخابات لكن طبعا لا أحد يثق بمثل هذا الأمر بدليل أن النظام لم يلتزم بأي شيء حتى الأمور التي قال أنه سيلتزم بها وبالتالي أعتقد أن النقاش سيكون خلال المرحلة المقبلة على هذه النقطة إذا ما تم فتح الملف إذن وصلت فكرتك الدكتور دعني أنقلها إلى ضيفي هنا في السوديو أكتم سليماني يعني لا شك أن هناك امطعاد روسي من تلك النظام السوري في عملية الانتقال السياسي وهذا واضح زيارة وزيرة الدفاع مؤخرا تؤكد ذلك هل تعتقد أن الأوان كي تلعب روسيا بورقة الأسد للتسريع بعملية التوافق السياسي الروسيا لن تلعب بهذه الورقة كي ننهي هذه الأحلام بالنسبة للبعض لا توجد ورقة اسمها الأسد ولا توجد مثل هذه الأحلام توجد مصالح دولية وإقليمية ومحلية سورية ويجب إيجاد المعادلة التي تضمن الحد الأدنى من مصالح الجميع بعدما هناك من يحاول الحصول على الحد الأقصى من مصالحه هو فقط دون مراعاة لآخرين كما فعلت تركيا في الفترة الماضية السعودية وغيرهما فهناك حرب للأسف مستمرة إنما الفرصة الآن مع تراجع تركيا واقترابها من روسيا واقترابها قريبا من مصر بالمناسبة وبعد ذلك من سوريا سيفتح أفاقا أنا متعاكم من هذا الكلام أشكرك أكتم سليمان كنت معنا هنا في الستوديو وأشكر أيضا الدكتور علي بكير كان معنا من العاصمة التركية أنقرة مشاهدين الكرام المسائية في جزئها الثاني متواصلة ولكن بعد قاصل قصير تبقوا معنا ترجمة نانسي قنقر